موسيقى او بصورة عامة ما بيها شكل جميل او شكل ممشوق فالناس تريد تعرف كثير نساء يصير تجمع الدهون عدهم بمنطقة الزنود فما يعرفون شون يصرفون وياها فالتها اللي اشرح لكم شرح بسيط حتى تعرفون احنا ويا شنودة نشتظو شوفو اول شي احنا عدنا عضلة الفور امس اللي هي هذي هنانا اللي هي بالعربي الساعد هاي احنا نبدي من نانا من هاي المنطقة وعدنا البايسبس عضلت البايسبس لهنا وعدنا عضلت الرايسبس ونصعد تصير عضلت الشولدرز او عضلت الاكتاف يعني هاب بصورة مبسطة ما نقعد نسوي دارس احياء ونطلع لكم صور ونخرعكم واسم بداية الفيديو في بالتمرين لازم نستهدف هاي العضلات كلها خلال برنامجنا التدريبي وحراويكم هسه تمارين بالشاشة شنو التمارين اللي لازم تسووها قسم منها ممكن بأشرطة المقاومة الشلسة اللي ميقدر يروح جيم أو بالأوزان الشلسة اللي يروح جيم أو بالإمكان يحصل على دنبلصات لكن شاكو نصيحة مهمة أنطيها يعني هاي مو هواية ينصحون بها ويعرفوها موضوع المساج إذا شخص كان يعاني من مشكلة تركز الدهون بمكان معين أو سيلولويت أو مشكلة يعني ديشوف بهذا المكان بيه صعوبة أنا أنصح يسوي مساج لهذا المكان حتى عملية الدورة الدموية تكون فاعلة ونشيطة والدم يوصل بصورة صحية لهذه الأماكن لأن كثير الناس عدهم مشكلة بوصول الدم بصورة نشطة وصحيحة إلى هاي الأماكن ففكرة المساج كثير ناس ما يفكرون بيها طبعا المكملات اللذائية مهمة جدا 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 خاصة اللي متعلقة بصحة الجلد والبروتين والكولوجين الكولوجين بصورة عامة لازم تأخذوه إذا احتياجكم من البروتين كان غير كافي لازم تأخذوه كمكمل هذا اللي حيسويه عدكم يضمن بأنه العضلات اللي عدكم والعضلات الغير مفعلة تتحصل على الأكل الكافي الأكل اللي انتوا تحتاجوا حتى الخلايا العضلية تبدي تنمو وتكبر عدكم إذا كانت بمنطقة الذراعة أو إذا كانت فيه أماكن أخرى فجانب الدايت مهم جدا وجانب المكملات مهم جدا ويسا وين الروح هسا خليني أشارك وياكم البراوزر وأراويكم نتكلم عن التمارين شوفوا عدنا هذا هو أول تمرين اللي هو البيساب كيرلز أو إلى آخره بالإمكان تسووا أنتوا جالسين هذا من أنتوا جالسين الزاوية مالة اللي حتتحركون بها العفلة حتكون مختلفة وأني أنصح تسوون هذا النوع من التمرين بين فترة وأخرى اللي ويانا بنات وسيدات مو تقعدون تباعون على التسوق هاي إعلانات معلين إحنا نتكلم على شد الزراع هاي بعدين نروحوا يسووه أيضا تشوفون هنا نهمين نوع من أنواع البراوزر اللي هو واحد يعني أنتوا جالسين هذا لتسووا ما أنصح بي لأنه إذا سويتوا ثلط السبب اللي دا أنصحكم لأناني صايرة بي ممكن إذا أيتكم تزحلقيت أو هذي تصرعتكم إصابة بالظهر فهذا ما أنصح بي هذا أنصح بي اللي هو هذا التمرين الكل نعرفه أنتوا واقفين يعني واقفين جسمكم بهاي طريقة تستعملون هذا اللي هو البايسب كالز هذا مهم جدا الشكل الزراع هاي التمارين المتقدمة ماكو داعي يعني لأثلب الناس ماكو داعي تسووها لكن شوفوا الحركة اللي يسويها هنا ممكن تسوو نفسها بالدامبل هاي مهمة جدا يعني خاصة إذا شخص متقدم تكون مختلفة عن استعمال العظلة وهاي الشكل فذا تشوفون لاعبين بناء الأجسام المتقدمين يسوون هاي الحركة وعدهم حركة يرفعون يعني يرفعون الإيد بدال ما يسووها بهاي الطريقة يعني مشابه اللي دي نشوفها بالشاشة هاي تشوفون هذا التمرين بالعكس لو تلاحظون الذراع هنانا اللي داي يسويه داي يستهدف المنطقة العليا همينه من الفور آمز أو عضلة الساعد هاي ترى للبنات والرجال مهم جدا هاي التمرين تعرفوها وتستعملوها هذا البار مختلف هاي كلها حتى يستهدف عضلة الذراع بطرق مختلفة يعني تشوفون نفس التمرين لكن هاي لما الإيد تصير بالعكس يعني هنستهدف هاي المنطقة العليا من الفور آمز أو منطقة السواعد هذا ايضا ممكن تسووه يعني ما بي مشكلة هي كلها لتنويع وتذيير الزوايا اللي تستعملوه هذا مهم جدا هذا التمرين ناني انصحكم تسووه اللي هو البوش أبس الضيقة هذا مهم جدا حيكون للترايسيبس هذا لا تسوو هاي شغلات التعبونة هاي لا تسووها اي شغلة بيها احتمالية اصابة لا تسووها هذا التمرين اللي هو للترايسيبس اللي هي العضلة الثلاثية اللي تكون بالتارج هذي لمن لمن التول بايسيبس ما لكم يكون متفعل بيعني شكل والترايسيبس الشكل ايدكم بصورة عامة حيكون يعني حيكون يبين مجدود اكثر حتى لو كانت اكدو هون عرفتو شون اللي تصير عنده آلام من يسوي هذا التمرين اني انصحها يلبس سبورت مثل راويتكم اياه باحد الفيديوهات وبصندوق الوصف حتشوفون الروابط ما للأشياء اللي اني انصح بيها دائما هذا ال سكالك رشار زي اعتقد يسموه ايه سكالك رشار هذا المتقدمين ويسوي لوت قوي على المفاصل فأني ما سوي عدكم هذا همينة احد التمرين هاي التمرين بده تصير للمتقدمين اكثر هذا ايضا للترايسيبس ممكن تسوي هذا للصدر وللذراع بنفس الوقت هاي طبعا للمتقدمين بس يعني اني ليش داراويكم هاي التمرين هذا التمرين للساعد للفورامز لازم تسوي متركزون بس على الترايسيبس والبايسيبس بس انتبهوا من تسوي ما يصير لود على مفاصل الايد وتصرعتكم اصابه شوفوا دائما اتجاه هذا واتجاه العكس حتى الجهتين يشتغلين زيان هسا وينو نروح اردراويكم تمارين سهلة للنساء يستعملوا مو بس للنساء هاي حتى اذا واحد عنده اصابه يريد يقوي هاي العضلات من خلال المال اشرط المقاومة همينة ممكن يستعملها شوفوا هاي طبعا هاي كبداية احنا نقدر نستعمله كأحماء انا المشكلة اللي عندي ويا بنات اللي يسوون بمجال الفتنس دائما يسوون هاي الحركات وشطلات الشكل حلو بس مو براكتكال مو عملية يعني هسا احنا ليش دا اسوي يعني انا دا امارا ليش دا اسوي هاي الحركة ليش دا اشطل الكور وحاط لود على يعني اتذا سيدة ثقيلة هذا التمرين ما الا اي معنى ما الا اي معنى عرفتو شون هذا جيد التمرين همينا شوية للظهر وشوية للترايسيبس هذا همينا نفس الشي هاي شوفوا هاي كلها تقوي وتفعل العضلات شوفوا هذا هذا همينا ممتاز هذا للشولدر يعني همينا قسم منه للذراع وبس للأكتاف كل هاي التمرين اللي تسووه لازم ما يكون اي لود على المفاصل مالتكم سئلوني اسئلة حتى اجاوبها بمناسبة هذا ممتاز همينا للترايسيب وللظهر هاي همينا نفس الشي تشوفون تشوفون تنوع الحركات وتنوع التمرين هاي كلها اذا تردون تصعبوها ممكن تستعملون شريط مقاومة يكون اقوى فالتمرين يصير اصعب هاي ايضا عندنا الاكتاف هاي تمارين كلها ممتازة لشد الذراع هاي شوفوا هاي التمرين اللي شفناه قبل شوية الان ده تسوي بشريط المقاومة وايضا هنا نفس الشي ده تشتطل على الترايسيبس ملاحظة مهمة اتأكدوا بان شريط المقاومة تستعملوه طولة كافية لانه اذا طولة مو كافية وتسوون هاي التمرين اللي على طولكم ينقطع وهالمرة هالمرة تصير عدكم اصابة فنرجع و اكرر النقاط اللي اني ذكرتها بالفيديو عدكم المكملات اللي احنا تكلمنا عليها المكملات خاصة الليها علاقة بناء العضلات بالأخص البروتين الكولوجين والمكملات الليها علاقة بصحة الجلد حتى ينشد الجلد اذا الفايتامين بي البايتين الكولوجين ارجع اركز عليها والامينو اصد اختياري اذا دايت تمام الامينو اصد يعني البرانشين امينو اصد هاي اختيارية اذا تقدم الشخص بالامكان يستعمل كريايتين مثلا هو طبعا يعني سالم لانه الكريايتين اكثر يعني منتج او مادة تم بحثها في رياضة الفتنس او بناء الاجسام الى اخره فاتمنى هاي النقاط اضافت لكم بعض المعلومات الجديدة حتى تستفادون منها والان انا اقرأ اسئلتكم وتعليقاتكم اشتركوا في القناة